موسيقى المهندس زهر عبد الحميد الفر ايو وصل يا باشر موسيقى ازاكا زهر مش ممكن نجي باشر والله العظيم ليك وحشى الشركة نورت رض عالباشر كويس الباشر بيقولك ازايك تقوله الله يسلم ساعدتك الباشر مبيحبش اللوكلو الجواب على قد السؤال ماشي 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 الودح يتعبنا اتعامل يا باشر تتعامل ايه انت بتتلكك ازاكا زهر الحمد لله يا ساعة الباشر انا والله قضيت الخدمة العسكرية وخدت شهادت الاعافة خلاص يا فندم خدتها ازاي مساعدتك عارفة وبعدين يا فندم اتبعتلي ثلاث مرات استدعى ثلاث مرات روحته ثلاث مرات متخلفتش ولا مرة حتى في مرة انا روحت الواحدة قلت يمكن يكون محتاجين يعني ولا حاجة وبعدين ادي شهادت الدرايب حضرتك والشهادة معي هيت وابطأت الرقم القومي كل حاجة بيانات كلها مظبوطة يا باشر اه دا زاهر انت بتاخد كم يا زاهر الفين جنيه يا باشر وقادي حضرتك معي مفردات المرتب بيهم والالفين جنيه دول بتاخدهم صافي لا طبعا يا باشر الدول اللي نحاكله عليها انا بدفع عربعين في المية ضريبة اللهم مش عاملين الضريب عشرين في المية على ما اعرف يعني او دا تضارب في الاقوال يا باشر هتبدأ ملوعة؟ هتبدأ ملوعة؟ حيتعبني يا باشر انا بدفع عربعين في المية عشان نبقى في السيف سايد وبعدين يعني هو اللي عند الحكومة حيروح دي حصانة يعني انت بتحوش عند الحكومة كويس اول ايو يا باشر انا كمان بدفع تأمينات وبدفع معونة شهتة وحتفع كمان الضريبة العقرية اللي هيعملوها على الشوقة دي ابويا كان جايب لنا شقة في الستينات بستة جنيه ونص هم قدروها بتلاتة مليون كويس كويس اول يعني انت امور اقتربك بيستلصف على كام دلوقتي ربع مية وستين جنيه باشر ربع مية وستين جنيه لمهندس عبقاري بتاع كمبيوتر زيك ده انت ما شاء الله بتخش عالنت بتجيب رقم الكريدة كارت بتاع اي راجل غني تشتري اللي انت عايزه وتنى خارج ولا منشاف ولا مندري مش كده يا زهر ما بوس ايدك ما بوس ايدك يا ماشا انا بطلت الحكاية دي خالص من زماننا ما سمعت انها حرام طب اسمع يا زهر انا عاوزك تحت امرك يا ماشا انا عاوزك في شغل انا جايلك عشان تشتغل معانا يا ماشا انا ده شرف لي بس الحقيقة انا هنا لسه بعقد وما تسبدش فحادك بس لو تصبر حليه شوي او ده بقى اللوك لوك اللي انا ما حبوش هو حضرها هتفتح شركة كمبيوتر يا فندي مالكش يا دهوة انت ما تسألش يا اولاد مش انتوا بتشتغلوا معايا ايوة يا باشا امروكم سألتوا عالشغل ولا نقدر الناس أل فيادتك دي اسرار عسكرية يا باشا لو حضرتك قلتلي ارمي نفسك في البحر يا ابراهيم هرمي نفسي على طول ما يا خيام انت ما حتسدى ما انت غاوي سمك بيض وقراميت باشا ارد عليه اخرس خالص محمد يلا تعالى معانا يا زاهر احنا الظاهر مش هنعرف نتكلم هنا هنروح ناكل لقمة في حتة نعرف نتكلم فيها براحتة ربنا عزي بيقدرك يا باشا يجعله عامر انتوقف بالتاني لحكي ده ليه يلا هاتوا يا سيدي عليها النعم يا باشا النفسي فتحت للشغل معاك طول عمري بعم جنب الجنبري ومش طيله بإيدي طول عمرك محفن ودني انا لو الباشا يتشغلني محفوله طعمية برضا هشتغل يا حبيبي حنين قوي يا ميت يا فندم عندكو لحمة ولا انتو مقطعينها موجود يا فندم طب اعمل يا فندي ده 2 كيلو لحمة مشوية ها قصوه ما بيحبش الازازة بيحب الهبر حاضر فندم يا زيان ملتكلش ليه لا يا فندم انا مش همديدي على الأكل قبل حضرتك يعني لا انا مش هاكل انا جيبكو عشان اتكلم معاكو انت بتاكله بس عايزكو تفتحه مخوكو معايا وتركيزك كويس في الكلام اللي انا حقوله لا طالما الموضوع محتاج تركيز بعد اذنك بقى باشا يا ميت والنبي واحد استكوزه جامب والله يخليه ايوا كبيرة دي ماشا ربنا ما يحرمنا منك يا باشا دلوقتي الموضوع اللي انا عزك اللي اه ايه يا دت انت تجنيت بقولك ركز معايا منا مركز يا باشا ده جروب كان عندي في شرم من فترة يعني دول اسرائيليين ايه يا باشا انت تفضحنا ولا ايه متخلي الطابق مسطور ده سواح جلد اوي ده انا مرة خدتهم وغطاست بيهم تحت المايا وعدت افراجهم مع الشعب المرجانية مرجانة مرجانة لما اتقطع نافسي فالاخر قاعدوا يلمهم من بعد بدوني خمسة دولار عالم جلدة جلدة ايه وزفت ايه انتبه بناها دم انت وانتكش دم واخد الاسرائيلين تفسحهم تحت المايا يا خاين يا عديم الوطنية اعميل الله 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 لما طلع من جيبهم خمسة دولار ابانك كسبان ولا انت ايه رأيك يا باشاك انت ايه رأيك يا زهر لا والله انا نجي بين بحث معلش ممكن ارد عالتليفون ايوة كريمة ايه مالك مالك اسم ايه ليه طب طب اهدى 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 انا هاجي انا هاجي معلش انا جيب ايه اخويا اتماسك في الاسم ولازم اروح له انا جاي معاك طبعا انتوا عاديين احنا مستنينك يا باشا الاسم وارانا مش بعيد ايه خدمة يا باشا انت بس سيادتك تدينا رانا هكلينا قدام ساعدتك على طول انا جاي معاك يا باشا خليك انتوا عسان انا هروح معاها وحنيجي على طول محدش يتنقل من هنا حنين اوة ادفح ناجي عطالله عميل سابق بالجيش وهو ملحق سابق بالخارجية اهلا ناجي باشا تفضل خير هما الولاد دول عملوا ايه بالزبط عاملين مظاهرات قدام الجامعة بيطلبوا بصوت اسرائيل وحرقوا العلم الاسرائيلي انا بقى سأل حضرتك بسيكتهم ليه وابدتوا عليهم ليه ما انا قلت لسيادتك انا لا ما المسألة دي بتحصل كل يوم المسألة بقى تعادية جدا بقى شعبان عبد الرحيم بقى انو عشر سنين بقول الكلام ده محدش قرب له ودول شباب متحمس دول اطفال لا احنا مش اطفال وعارفين كويس احنا بنعمل ايه اخرس يالا بس بس يا عم كريم واه اخوك ده يا زهر اه بس يا كريم احنا نعصيناك انا قصد اقول يا فنم ان دول شباب متحمس واللي حصل ده اندل على شيء فانما يدل على مناق الحرية والديمقراطية اللي بتعيشها الامة في ازها عصرها وعلى احتواء الشرطة للمتظاهرين بطريقة حانية وديعة زال الامة بالضبط ما بتاخد ولاتها تحت جنحها اللي بتعيش